السلام عليكم ورحمة الله اهلا بكم اعزائي الطلاب في درس جديد من دروس الرياضيات لطلاب الصف التاسع وهو بعنوان الدوال الخطية وهو الدرس الثاني من الوحدة الثانية الجزء الاول سوف نتعلم في هذا الفيديو ايجاد قيم دوال خطية باستعمال رمز الدالة وسوف نبدأ درسنا لهذا اليوم بفقرة استكشف وبرر منطقيا الكتاب صفحة 53 يعرض المخطط البياني المجاور خطوات حل احجية رياضية هذه الاحجية هي فكر في عدد ثم اضرب ذلك العدد في 9 وبعدها اطرح العدد الاصلي من ناتج الضرب وبعد ذلك اقسم الان ناتج الطرح على 4 والان عزيزي الطالب قبل ان نبدأ بحل هذه الاسئلة سوف اقوم بتوجيه بعض الاسئلة اليكم ماذا تلاحظ عن الاحجية ممتاز تحتوي الاحجية على نمط كذلك ماذا تتوقع ان يحدث احسنت انشاء نمط من الاعداد الصحيحة الاصلية والاعداد الصحيحة الناتجة والان عزيزي الطالب ما الذي جعلك ان تتوقع ان يحدث انشاء نمط من الاعداد الصحيحة الاصلية والاعداد الصحيحة الناتجة ممتاز لانه من اجل اي عدد نقوم بتجربته على هذه الاحجية سوف نقوم بنفس الخطوات وهي اضرب ذلك العدد في 9 ثم اطرح العدد الاصلي من ناتج الضرب وبعد ذلك اقسم ناتج الضرب اطرح على 4 والان عزيزي الطالب يمكنك ايقاف الفيديو وحاول ان تحل هذه الاسئلة ثم تحقق من صحة حلك نأتي الان الى حل الاسئلة ونبدأ بالسؤال اي جرب حل الاحجية مع 6 اعداد صحيحة مختلفة والان نقوم باستعراض 6 من الاعداد الصحيحة التي قمتم بتجربتها في حل الاحجية 1 2 3 5 6 and negative 1 والان ننتقل الى السؤال b سجل كل عدد تجربه والنتيجة التي تحصل عليها الان نقوم بتسجيل النتائج التي نحصل عليها ونبدأ بالعدد 1 1 multiply 9 equals 9 9 minus 1 equals 8 8 divided by 4 equals 2 اي ان العدد الناتج هو 2 لاحظ معي انه اذا كان العدد الاصلي هو 1 فان العدد الناتج هو 2 ننتقل الان الى العدد 2 2 multiply 9 minus 2 equals 16 16 divided by 4 equals 4 العدد الاصلي 2 والعدد الناتج 4 ننتقل الان الى العدد 3 3 multiply 9 minus 3 equals 24 24 divided by 4 equals 6 العدد الاصلي 3 والعدد الناتج 6 والان عزيزي الطالب لاحظ انه في الخطوتين الاولى والثانية عندما نقوم بضرب العدد في 9 وبعد ذلك طرح العدد الاصلي من ناتج الضرب تكافئ خطوة واحدة وهي الضرب ب8 8 multiply 2 equals 16 كذلك هنا 8 multiply 3 equals 24 اي انه يمكن الاستغناء عن الخطوتين الخطوة اطرب ذلك العدد في 9 والخطوة الثانية اطرح العدد الاصلي من ناتج الضرب بخطوة واحدة وهي ضرب ذلك العدد في 8 والان نقمل في تسجيل النتائج وننتقل الى العدد 5 5 multiply 9 minus 5 equals 40 40 divided by 4 equals 10 العدد الاصلي 5 والعدد الناتج 10 ننتقل الان الى العدد 6 6 multiply 9 minus 6 equals 48 48 divided by 4 equals 12 العدد الاصلي 6 والعدد الناتج 12 ننتقل الان الى العدد negative 1 negative 1 multiply 9 minus negative 1 equals negative 8 negative 8 divided by 4 equals negative 2 العدد الاصلي negative 1 والعدد الناتج negative 2 وبذلك نكون قد حصلنا على النتائج ننتقل الان الى السؤال C توقع العدد النهائي عند اخر عملية مع اي عدد واضح اجابتك الان نقوم باستعراض النتائج التي حصلنا عليها في السؤال B لاحظ معي اذا كان العدد الاصلي 1 كان الناتج 2 كذلك العدد الاصلي 2 الناتج 4 العدد الاصلي 3 الناتج 6 العدد الاصلي 5 الناتج 10 العدد الاصلي 6 الناتج 12 العدد الاصلي negative 1 الناتج negative 2 والان ماذا تلاحظ من هذه النتائج؟ ممتاز نلاحظ انه دائما ما يساوي العدد النهائي ضعف العدد الاصلي ننتقل الان الى السؤال D هل سيكون توقعك صحيحا لجميع الاعداد؟ وضح اجابتك والان عزيزي الطالب هل هذا التوقع سيكون صحيح من اجل جميع الاعداد؟ احسنت نعم لانه مهما كان العدد الذي تختاره فانه عندما تضربه في 8 ثم تقسم الناتج على 4 تكافئ العملية ضرب العدد الاصلي في 2 اي ضعف العدد الاصلي والان كيف تمثل نمطا او توقعا؟ احسنت يمكنك كتابة معادلة لنمذجة نمط او توقع لنحاول الان كتابة معادلة لنمذجة هذا النمط والان نقوم بحل هذه الاحجية من اجل العدد x وسوف نحصل على الناتج y نقوم بالخطوة الاولى وهي اضرب ذلك العدد في 9 يصبح الناتج 9x ننتقل الى الخطوة الثانية وهي اطرح العدد الاصلي من ناتج الضرب 9x-x equals 8x ننتقل الى الخطوة الاخيرة وهي اقسم الان ناتج الضرب على 4 8x divided by 4 equals 2x نحصل على المعادلة y equals 2x وهي عبارة عن دالة تمثل هذا النمط وتساعدنا في توقع النتيجة النهائية لأي عدد السؤال الاساس كيف يمكنك تحديد دالة خطية والان عزيزي الطالب حاول ان تتذكر هذا السؤال والاجابة عليه من خلال الامثلة والتمارين التي سوف نقوم بعرضها في هذا الدرس مثال 1 صفحة 53 الجزء اي كيف يمكنك تمثيل قاعدة الدالة الحل اكتب المعادلة y equals 5x plus 1 باستعمال رمز الدالة تذكر معي ما هي الدالة احسنت الدالة هي قاعدة تربط كل عنصر في المجال بعنصر واحد فقط من المدى ما هي عناصر المجال ممتاز عناصر المجال هي مجموعة قيم x والمدى احسنت مجموعة قيم y اي انه من اجل اي قيمة لx نحصل على قيمة واحدة فقط والان عزيزي الطالب متى نستعمل رمز الدالة ممتاز رمز الدالة هو طريقة لكتابة المتغيرات كدالة بدلالة متغيرات اخرى والان اصبح لدينا المتغير y دالة بدلالة المتغير x حيث تكتب بالصورة y equals f of x اي ان المتغير x يستعمل لإيجاد قيمة المتغير y والان اذا كان لدينا x هو عبارة عن عنصر في المجال ولنقم بإدخال هذا العنصر x إلى الدالة فنحصل على f of x اي صورة x وفق هذه الدالة f of x هو عبارة عن عنصر في المدى ويقرأ f عند x والان نعرف الدالة f بالشكل التالي f of x equals 5x plus 1 وبذلك نقول قد استعملنا رمز الدالة لكتابة هذه المعادلة مثال 1 صفحة 54 الجزء b ما قيمة g of x equals 5x plus 1 عندما x equals 3 الحل والان نقوم بتعويض x equals 3 في هذه الدالة فنحصل على g of 3 equals 5 multiply 3 plus 1 اي ان g of 3 equals 15 plus 1 وبالتالي g of 3 equals 16 اي انه اذا عوضنا بالمدخلة 3 عن x في الدالة فنحصل على 5 multiply 3 plus 1 وتكون المخرجة هنا هي عبارة عن 16 لاحظ معي انه يمكن استعمال احرف اخرى غير f لرمز الدالة ومن الاحرف الشاعر استعمالها ايضا هي h و g حاول ان تحل 1 صفحة 54 اوجد قيمة كل دالة عندما x equals 4 السؤال a g of x equals negative 2x minus 3 السؤال b h of x equals 7x plus 15 والان عزيزي الطالب اوقف الفيديو وحاول ان تحل السؤال ثم تحقق من صحة حلك الحل يمكنك الان التحقق من صحة حلك نأتي الى السؤال a ونقوم بتعويض x equals 4 في هذه الدالة نجد ان g of 4 equals negative 2 multiply 4 minus 3 g of 4 equals negative 8 minus 3 اي ان g of 4 equals negative 11 اي ان قيمة g عندما x equals 4 هي عبارة عن negative 11 ننتقل الان الى السؤال b نقوم بتعويض x equals 4 في هذه الدالة فنحصل على h of 4 equals 7 multiply 4 plus 15 h of 4 equals 28 plus 15 h of 4 equals 43 اي ان قيمة الدالة h عندما x equals 4 هي عبارة عن 43 تمرين رقم 15 صفحة 58 اوجد قيمة f of 5 للدالة f of a equals 3 times a plus 2 minus 1 والان عزيزي الطالب اوقف الفيديو وحاول ان تحل السؤال ثم تحقق من صحة حلك الحل والان نقوم بايجاد f of 5 لهذه الدالة وذلك بتعويض العدد 5 عن a فنحصل على f of 5 equals 3 times 5 plus 2 minus 1 5 plus 2 equals 7 نحصل على f of 5 equals 3 times 7 minus 1 اصبح لدينا f of 5 equals 21 minus 1 اي ان f of 5 equals 20 وبذلك نكون قد اوجدنا قيمة f of 5 لهذه الدالة تذكر والان عزيزي الطالب من يقوم بتذكيرنا بتعريف الدالة احسنت الدالة هي علاقة يرتبط فيها كل عنصر من المجال بعنصر واحد فقط من المدى والان من يقوم بتذكيرنا ما هو رمز الدالة ممتاز رمز الدالة هو طريقة لكتابة المتغيرات كدالة بدلالة متغيرات اخرى اي نستطيع كتابة y equals f of x هذا يعني ان المتغير y هو دالة بدلالة المتغير x والان عزيزي الطالب لاحظ معي هذه العلاقة وهي تعبر عن دالة لانه يرتبط كل عنصر من المجال بعنصر واحد فقط من المدى ما هو مجال هذه الدالة احسنت مجال هذه الدالة هو عبارة عن مجموعة المدخلات وهي قيام x وما هو المدى ممتاز المدى هو مجموعة المخرجات وهي قيام y الى هنا ونصل الى نهاية درسنا لهذا اليوم على امل اللقاء بكم في دروس قادمة